بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن بهالبرزنتيشن الصغير هعطيكم معلومات سريعة حول اهم المعلومات الدوائية اللي نحن لازم نعطيها كالكلينيكال فارماسيست او كومينيتي فارماسيست او هاسبيتال فارماسيست للمرضى اذا هالبرزنتيشن هيكون مصير هلا اول شي نحن نركز على اللي بتخلص اسم الدواء تركيز هذا الدواء وشكله جرعي واهمية تستخدم هذا الدواء بشكل صحيح. بالنسبة لا اسم الدواء فهنا نحن شي اسمه الجنريك نيم للدواء يعني شي اسمه البراند نيم. البراند نيم هو الاسم المستحضر يلي تم تصنيعه من قبل الشركة صاحبة برائة الاختراع. وبالنسبة للجنريك نيم فهو اسم خاص بشركات كتيرة دوائية يعني عم تنافس الشركة الام على المستحضر تبعها فانو اتقول في عندي الاسا ثمين فهو عبارة عن الجنريك نيم بس وقت انا في عندي فهو البراند نيم. هلا بالنسبة لتركيز الدواء يعني المادة دواء اي الفعال الموجودة بالمضغوطة او بالكابسولة او اي شكل جرعي تاني يا ترى قديش كميته. اذا نحن لازم قول المريض بكل مضغوطة مثلا من الباراسيتامول في عنا خمسمائة ميلي جرام منه لانه في عنا مستحضرات اسمها باراسيتامول في عنا مستحضرات اسمها تايلانول او مثلا بانادول فنقول انه بكل مضغوطة وبكل كابسولة في عندك انت 500 ميلي جرام للباراسيتامول او لنقول 200 ميلي جرام للايبو بروفين كمان الشكل الجرعي ضروري يعرفه المريض مشان انه يعرف كيف يستخدم هذا الدواء فهو تكون بشكل تحميلة غير وقت يكون بشكل شراب غير وقت يكون بشكل مثلا حقنة تحت الجلد او مثلا وقت يكون بشكل ألم مثل ألم الأنسولين طيب بالنسبة لأهمية استخدام الصحيح للمستحضر الدوائي كمان تلعب دور كتير كبير مثلا في عنا قصة على السريع رح حكيلكون ياها مريضة مسنة امريكية يعني كبيرة بالعمر وهي عم تعاني من الربو او الازمة فهي المريضة هاي تم اعطاها انهلايشن من الكورتيكوسترويد او يعني مستحضر فيه الكورتيكوسترويد اذا بشكل شو مفروض انه هي تاخدو عن طريق الفم بالطريقة المعتادة اللي حين نعرفها اللي منقول لمرضة الربو كيف هني ناخدو مستحضرات اللي بتكون بشكل الانهلايشن فهي المريضة صارت تمسك المستحضر واتبخهم وكأنه هو عبارة عن بارفان فيعني في عنا مرضى عن جد احيانا ما بيعرفوا يستخدموا المادة الدوائية او المستحضر الدوائي بالصورة الصحيحة طيب بالنسبة ل استخدام المعالج الدوائية ايضا هي من المعلومات الاساسية اللي لازم يعرفها المريض فهون هو لازم يعرف عدد المضغوطات او الكابسولات او مثلا كم يعني حجم الشراب اللي هو لازم ياخده هل هو حياغد مثلا انينة شراب او اثنين او ثلاثة مثلا الفريكونسي يعني تكرارية اغد الجرعة فهل هو عم ياخده مرة واحدة باليوم او مرتين باليوم او ثلاثة مرات ونعرف انه كل ما زاد عدد مرات اغد الجرعة الدوائية خف الادهيرنس او خف التزام المريض بالمعالجة التزامه بالمعالجة الدوائية فنحن نقول المريض انه بس انت خود هالمضغوطة او هالكابسولة مرة واحدة باليوم تحرر مادة الدوائية الفعالة على مدة طويلة من الزمن فهذا الشيه هيزيد من المطاوعة هيزيد من الادهيرنس كمان من الالتزام ولكن اذا المريض نسي هون الجرعة يعني خاصة انه كان هو عم ياخد مثلا كورس لانتيبايتكس هو عم يعاني من انفكشن معين فيوم كامل ما اغد المعالجة الدوائية لانه نسي هالمضغوطة او هالكابسولة اللي هي بتتميز بانه عم تعطيني تأثيرة عبر 24 ساعة فهذا الشيه كمان ضروري كمان نقول المريض انه كيف لازم ياخد المادة الدوائية ونصح ضراء الدوائي هل لازم ياخده الصبح مثلا مثل المدرات فنحنا بننصح المرضى اللي عاني من الهايبرتنشن ان ياخده المدرات الصبح لانه اذا اغدوها بالليل فهذا الشيه هي ادي انه هيدخلوا للحمام اكتر وبالتالي منعرف انه في عنا مشكلة مع المدرات انه بتزيد احتمالية سقوط المرضى المسنين وهذا الشيه يعرضون للكسور اكتر لانه الفئة العمرية هي معرضة لترقق العظام اكتر فكمان احنا هون لازم ننتبه على الشغلين هل الدواء لازم ناخده بالليل مثلا مثل هل هاد الدواء لازم ناخده قبل الاكل ولا بعد الاكل هل هاد الدواء لازم ناخده مثلا وجبة دسمة لانه الوجبة الدسمة بتحسن من امتصاص المادة الدوائية الفعالة وبيزداد لالها واتقول انا فاكيد انتو بتعرفوا انه شو هي نسبة المادة الدوائية الفعالة اللي وصلت لها الدم بعد ما تم امتصاصه عن طريق الجهاز الهضمي هل يا ترى متل ما قلنا حيتم تناول هذا الدواء قبل الاكل او بعد الاكل او مع الاكل فهدا الشي مهم هل يا ترى لازم نحنا ناخده مع كأس من الماء لانه هدا الشي حيحسن امتصاصه هل المريض هون يعني لازم يكون موجود بوضعية معينة حتى ما يعمل له الدواء اي اثر جاني بغير مرغوب مثلا في عنا البيس فوسفونيت يلي لازم ننصح المرضى بانه ياخدو هون المستخدر الدوائي ويشهبوا معه كمية كافية من الماء ويضلوا بوضعية قائمة يعني ما يتسطحوا بعد ما ياخدو الدواء لانه يمكن يعمل لهم تخريش بالمريب فهدا الشي كمان ضروري اذا نقل لهم يضلوا بوضعية قائمة لمدة نصف ساعة بعد ما يتم تناول مستخدر البيس فوسفونيت كمان في عنا شي اسمه الاسباكولا هاسك او القطوناء يعني نستعملها نحنا كمسهل اذا كانت عم تتاغد مع كمية كافية من الماء فهون نحنا نعطي المريض مثل هالمستخدر الدوائي وياخدو ودغري يتسطح وبالتالي هال المادة الدوائية الفعالة رح يصير في الى او انتباج يعني بتنتفخ بالمي وبالتالي اذا كانت الساعة هي موجودة بمنطقة يعني بداية المريء او الحلق فهدا الشي رح ادي الى اختناق المريض تمام اذا هاي شغلة كتير مهمة ولازم نعرفها بنسبة للستورج او تخزين الادوية كمان نقول يا ترى هل حيتم تخزين الدواء بمنطقة هتأثر على المادة الدوائية الفعالة مثلا بنعرف انه في كتير من الاشخاص بخزن الادوية ضمن يعني اخزانة صغيرة موجودة بالحمام فبنعرف الحمام هي منطقة رطبة ودافية وهذا الشي بيأثر على المادة الدوائية الفعالة وبيأثر على ثباتيته واذا كان مثلا المستحضر هو نيتروغليسارين نعرف ان النيتروغليسارين والأسبرين اثنيناتهم يتأثروا بالرطوبة او بالمي فهذا الشي سيخفف من فعاليتهم كمان في عندي انه هل المستحضر هاد اذا كان مثلا يحوي على مواد الدوائية بشكل بروتنز هل يا ترى لازم يتم وضعه خارج البراد ولا ضمن البراد بحرارة براد ولا ضمن الفريزر طبع البراد فا كلا الاشياء لازم نحنا نخبرها للمريض كيف لازم يستخدم الانسولين كيف لازم يحفظ الانسولين يعني اذا هو وقت يطلع الانسولين من البراد ويستخدمه فهل في داعي انه بعد ما يتم استخدام الانسولين هاد انه يريد يرجعه للبراد ولا لا اذا كل الاشياء هاي كمان ضروري احنا كسادلة نعطي معلومات للمريض حولها كمان السايد افكت من حق المريض يعرف شو هي السايد افكت الخاصة بكتير من المعالجات الدوائية اذا هون نحنا لازم نورجي المريض شو هي اكتر السايد افكت شيوعا يعني مو انه السايد افكت اللي بتحدث بشكل نادر مثلا حالي بالعشر تالاف او بالمئة الف يعني من كل المريض مثلا في عندي او من كل المئة الف مريض في عندي مريض واحد عم ينصاب به الحالة هي نتيجة الدواءات كسايد افكت فوقت يرى المريض النشرة الداخلية كتير برتعب من كتر السايد افكت فهون نحنا لازم نورجين انه في تأثيرات جانبية شائعة وفي تأثيرات جانبية قليلة الشيوع طيب بس هذا الشي ما بمنع انه نحنا نخبره بهذا اثر الجاني بس نقل له انه هذا اثر اثر اكثر شيوعا اذا انت مثلا حسيت انك انت عم تسع له سعال جاف وانت بالاصل عم تاغد دواء من مجموعة الاس انهبترز مثلا كابت اوبريل انالبريل فهون نحنا لازم تتصل معنا سواء كان عن طريق الفيسبوك عن طريق السكايب عن طريق الموبايل عن طريق الارضي عن طريق الصيدلية انه تقلنا انه في عندي الاثر هاد فشو لازم اعمل انا كمريض ننقل له شو لازم يعمل هل انا لازم اوقف هذا الدواء ولا من حوله الاس انهبتر ثاني ولا منعطيه دواء من زمرة الاربس فهذا الشي كمام هون كمان السيريس وانس عندي مجموعة من السايد افكتس هون لازم ننبه المريض حوله فكيف لازم يتعامل مع مثل هيك اثر جانبي خطير طيب اذا بالسايد افكتس لازم ركز على الكمان سايد افكتس how to manage them والسيريس سايد افكتس تمام اذا هالشي كتير ضروري ايضا من حق المريض يعرف شو هي تداخلات المواد الدوائية الفعالة الموجودة بالمستخدر اللي عم يتناوله سواء كانت drug drug interactions drug food interactions طبعا هون للأسف هذه طائرة بأية الكلمة طبعا هات خطأ تقني فهون drug herbal interactions بدنا نقوله المريض انه هذا الدواء يداخل مثلا مع هذا الدواء فلازم انت ما تاخده مثلا في عند احد التداخلات المعروفة انه الwarfarin كمميع للدن يداخل مثلا مع الخضار الورقية اللي بيكون لون الورق هون اخضر غامق كمان استاتينات وعصير الغريفون اذا في كتير من التداخلات الدوائية مع الأدوية التانية او مع الأطعمة او تداخلات بين الأدوية والمواد او النباتات الطبية طبعا هنا بعتذر عن الخطأ هذا بس يعني الا ما تمرؤ هايك الشي هفوة كمان نحن نحكي للمريض عن مدى توافر هذا الدواء هل يعتقد هو موجود به هالدولة هاي هذا الدواء ولا هو موجود بدولة تانية وبالتالي هو كل مرة حيتعذب لحتى يحصل على هالمادة الدوائية والمستحضر الدوائي اذا كمان هذا الشي لازم نخبره يا للمريض كمان بدنا نخبر المريض قديش تكلفة المعالجة الدوائية كل شهر ونقول له قديش تكلفة سنويا في حال كان هو عم يعاني من مرض مزمن مترقي قديش هتكلفه هاي المعالجة من حقه يعرف هالاشياء هاي كمان بالنسبة للمونيترينج يعني هون احنا عم نراقب المعالجة الدوائية هنخبر المريض مدى تكرار الاختبارات اللي عم يتم إجراءها من قبل المريض سواء كانت وظائف الكبد مثلا او وظائف الكلية وقديش عم يكلف كل اختبار مثلا الان ار اذا كان هذا المريض هو خاضع المعالجة بالوارفارين كمان يكلفه هذا الاختبار وتكرارية الاختبارات اذا هكذا نكون نخلصنا من هال بزنتيشن الاصيرة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة